بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمية الكهربية كم 233 الوحدة السابعة الخلايا الجلفانية في هذا الدرس سوف نتحدث عن الخلايا الانعكاسية ووجود الخلايا الانعكاسية هو شرط هام جدا للحصول على طاقة كهربية من الخلايا الجلفانية لكن ماذا يعني هذا المصطلح؟ ماذا نعني بكلمة الخلايا الانعكاسية؟ الخلايا العكاسية تعني أنه إذا تم توصيل الخلية بمصدر خارج للتيار الكهربائي يقوم بإمداد الخلية بكمية من الكهرباء تساوي تماما الكمية الناتجة أصلا من الخلية فإن التفاعلات الكيميائية بالخلية سوف تتوقف أما إذا تم إمداد الخلية بكمية من الكهرباء أكثر قليلا من الكمية الناتجة منها أصلا سوف ينعكس التفاعل التلقائي الذي كان يحدث وينعكس تفاعل الأكسدة إلى اختزال والاختزال إلى أكسدة أي أن الكثد يتحول إلى أند والأند يتحول إلى كثد ولذلك يسمى كل نصف خلية من أنصاف الخلية الجلغانية بالقد الإنعكاسي هذه صورة توضح خلية إنعكاسية في الدرس السابق رأينا كيف أن الزينك هو عبارة عن الأند والنحاس هو الكثد لكن الآن عندما أمددنا الخلية بمصدر خارجي للتيار الكهربائي فإن التفاعلات قد انعكست أصبح الزينك هو الكثد بينما أصبح النحاس هو الأند والأكسدة أصبحت تحدث على الأند بينما الخارسين قد تم اختزال بهذا ننهي هذا الدرس ونواصل في شرح مقرر الكيمية الكهربية في دروس لاحظة